لننصد أعزائي لهذه التلاوة المجودة من سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم ما أجمل تلاوته يا شيخنا بارك الله فيك يا عبدالله لقد كانت تلاوة مؤثرة لالتزام القارئ بأحكام التجويد فيها وما الذي قصدته بالتجويد يا شيخنا الجليل التجويد لغة هو التحسين أما اصطلاحا فهو أعطاء كلمات القرآن وحروفه حقها من الصفات اللازمة كالغنة في النون والميم إن ثم مثلا من دون زيادة أو نقصان وذلك امتثالا لأمر الله كما في قوله تعالى أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإذا حرصنا أعزائي على تعلم التجويد وتطبيقه فإن ذلك يقودنا إلى حسن الأداء عند تلاوة القرآن الكريم كما ننال فضلا عظيما وعدنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اشتركوا في القناة